بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله اليوم سأتناول أحداث مؤشر الفأرة اللي هما الماوس إيفنس طبعا مؤشر الفأرة لها أحداث خاصة مثل ما عرفنا أن هناك أحداث للبدي وهناك أحداث للفورمس اللي هما النمالج أيضا عندي أحداث لزر المؤشر وعندي أحداث للصور وعندي أحداث أخرى للكيز دعونا الآن نأخذ أحداث المؤشر من أحداث المؤشر فلنفرض عندي مثلا خبر أول دعونا نقول بهذا الشكل نقول خبر رقم واحد مثلا سأأأخذ لأي مثلا وسأأخذ لأهنا هريف هريف مثلا دعونا نقول هريف يسواوي بقول مثلا نفس الصفحة الجافة scribe.html طيب وسأخذ مثلا هنا حذف طيب وراح أقول break صدر جديد وراح أعمل بهذا الشكل وراح أقير مجرد الأرقام كأنه نموذج للتعديل أو شيء بهذا الشكل يعني لو أجل قناة راح تلاحظ رفعش أنه في جنبك الخبر ايش حذف حذف بهذا الشكل طيب جميل لو بتضغط حذف راح يتم التنفيذ طيب أنا ما عندي يعني مو عامل برنامج بس بهذا الشكل راح يتم الحذف طبعا هو ما راح يطبق شيء لأنها لغة ديناماكية وليست لغة قواعد بيانات وحفظ وأداء عالي طيب إذن الفكرة أنه إذا ضغط يضغط حذف تعالوا نحدد أنه إذا تم الضغط على هذا الرابط قبل ما يذهب مثلا USB مثال راح نستخدم حدث لهذا الرابط قبل ما يذهب إلى عمليات الحذف يعطيني تأكيد ممكن ليش لا نجي هنا راح نقول لأون كليك بعد ما نقول الحدث أون كليك طبعا نحدد لنا فونكشن تكتب بشكل مباشر هنا الأدوات لجافة سكريب بس أنا ما أفضل هذا لنفضل نضعها في فونكشن راح أقول فونكشن مثلا راح أسمي فونكشن مثلا أوكي ديليت مثلا أوكي على سبيل المثال راح أقول في الأوكي ديليت مثلا راح أقول كومفيرم على سبيل مثال دال التأكيد يس أو نو أو أوكي أو كنسل ممكن نقول هل أنت متأكد مثلا من الحدث إذن إيش صار هنا عملية تحقق أي الحدث أون كليك معناته عند الضغط على هذا قبل لا يتم تنفيذ الرابط أو التوجه إليه يعطي رسالة ممكن يعطي رسالة ممكن يعطي تحقق أو على حسب حاشتك إذن أون كليك عند الضغط تعالوا نجيب اسم دالة فرح نقول له أوكي ديليت بهذا الشكل طيب لاحظنا بس أول واحدة أوكي ديليت البقية ما فيهم أي حدث تعالوا نجي نعمل رفريش طيب رح أروح إلى الرابع ما في أي حدث الثالث ما في أي حدث الثاني ما في أي حدث الأول في حدث رح تلاحظ أش طلع عندي هل أنت متأكد من الحدث إذا ضغط أوكي رح يستمر وينفذ طيب لكن إذا ضغط تكنسل ما رح يستمر وما رح ينفذ إذن الحدث أون كليك معناته عمدى الضغط على المكان معين طيب والأون كليك يقول تستخدمها في أي مكان أنت محتاجها مع أي وسم لو بتضع أي شطول أو بتضع أي شي ممكن أن نجيبها بهذا الشكل طيب نقول له X بهذا الشكل أسيبي المثال رح أجي هنا مثلا رح أقول بهذا الشكل مثلا طيب بسع سع السريع ممكن نجيبها بهذا الشكل نقول H1 مثلا رح أقول مثلا يول سف سماعي أسيبي المثال رح أقول هنا أون كليك إذن وين استخدمتها في أي مكان مو شرط أن يكون رابط تعالوا نجي نضغط الضغط طرح الله حال أنت متأكد نحذفه بهذا الشكل طيب إذن الفكرة أون كليك معناتها عند الضغط على الحدث أو مكان الحدث تعالوا نقول لها أون كليك دابل أون دابل كليك أون دابل كليك معناتها عند الضغط مرتين مثلا رح نقول مثلا لغد ضغط مثلا دابل كليك طيب دابل كليك إذن لو تجي تعمل رفريش لو تضغط ضغط واحدة سما رح ننفذ شيء ضغط واحدة ما رح ننفذ اضغط ضغط اين ستلاحظ ايش ضغط دابل كليك وبهذا الشكل إذن الحدث معناتها عند الضغط مرتين على المكان عندي أيضا من لحظة معناتها عندما يكون المؤشر يمر على العنصر أو المكان اللي في الحدث يعني لو تجي تعمل رفريش أول ما رح أمر على هذا المكان أول ما أضغط علي ضغط رح يعطيني لغت ضغط دابل كليك كان ه لكن هذي لما يمر المؤشر على الحدث كامل عند الضغط على العنصر كامل رح يحطيك لغت ضغط على دابل كليك إذن عندي شبيهة في الام ماوس داون لكن الام ماوس داون عند المرور والضغط أما الام كليك مو عند المرور عند الإيقاف على المكان والضغط أي بحيث رابط لما ضغط ضغط واحد وبهذا الشكل تعالوا نجي إلى حدث جديد وهو on mouse move على سبيل المثال رح نقول on mouse و رح نقول move on mouse move معناته عندما يتحرك المؤشر عند الحدث يعني امر هنا ما في أي شيء يصير لما أمر على الحدث عملية ظهار خصائص الحدث أو عملية الحدث طيب إذن هذه بالنسبة on mouse move عندي أيضا on mouse out on mouse out معناتها عند المرور على المؤشر عند المرور والترك خلونا نروح بهذا الشكل نجي هنا نعمل بهذا الشكل طيب أنت لما تمرر على العنصر on عفونا أين وصلنا on mouse out معناتها عندما تمرر المؤشر على العنصر وتطلع برا يعني أنا مررت على المؤشر ما في شيء ما ضلع لي شيء لكن لما أوقر عن العنصر أو مكان الحدث راح تظهر النتيجة أو شيء المعين طيب إذن لما مر على العنصر ما راح يطلع شيء لما أوقر عن العنصر راح يبدأ إيش بيخراج الحدث إذن هذا بالنسبة إلى almost out عندي أيضا almost over almost over تاني عند المرور على مكان يعني مرور على مكان العنصر نفسي يعني بتجي تمر هنا ما في شيء أول ما تمر راح يبدأ في الظهور أول ما تمر راح يبدأ في الظهور من غير الضغط ولا أي شيء تلاحظ بهذا الشكل عندي أول ما مريت إيش صار بدأ في الظهور أول ما نمر على العنصر هذا بالنسبة إلى almost over عندي أيضا من العناصر عندي almost up almost up هو يعتبر آخر يعني حدث بالنسبة الماوس أو استخدام الماوس معنات almost up معنات لو تلاحظ الآن نعمل refresh لو أجي هنا ما في شيء صار لو أروح هنا ما أصار شيء حتى لو أضغط click بهذا الشكل إذن on mouse up تضغط click أول ما يترك click سيبدأ في ظهور الحدث إذن الأحداث لا أعتقد أنها صعبة وأعتقد أنها سهلة جدا الأحداث الخذيناها on click on double click on mouse down on mouse move on mouse out on mouse over on mouse up هذه أحداث التي خذيناها في التعامل مع الماوس السلام عليكم ورحمة الله